نروح بقى مع حضرتكم على مقر موقع يلا كورة مع الزميرة العزيزة مرسلتنا روزان نصر اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وبالمناسبة حيكون معها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرت ومدير تحرير موقع يلا كورة روزان صباح الفل عليك وعلى ضيفك احنا تفضلي احنا سمعينك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان صباح النصر طبعا عايزة بارك لجماهير النادي الأهلي وبارك لنفسي وبارك لكم كمان في الستوديو فوز مهم على مصر مقصة طبعا بأربع أهداف مقابل هدف كنا محتاجين طبعا الروح دي جدا قبل مباراة طبعا كايزر تشيفز يوم السبت المقبل وإن شاء الله لقب العشرة يا أهلي يكون كمان من نصبنا خلينا نروح بقى لأهم العنوين من موقع يلا كورة بعد 25 عام لعنة ركلات الترجيح تطارد إنجلترا في بطولة اليورو من موقع سبورت 360 ماذا قالت الصحف عن فوز إيطاليا بلقب يورو 2020 من موقع اليوم السابع اتحاد الكورة يخطر الأندية بانتهاء دوري 26 أغسطس المقبل ومن بوابة أخبار اليوم موعيد مواجهات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا طبعا هيكلمنا في تفاصيل الأخبار دي كلها النهاردة مدير التحرير بموقع يلا كورة أيمن جلبرتو برحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي يعني خليني أبدأ معاك على إنجلترا والخسارة يعني هل كان ساوت جيت يعني مدرب إنجلترا يستحق الخسارة فيه وروع شي ناشين أهلا بيكو في قناة النادي الأهلي وأهلا بكريم ونهوان صباح الخير عليهم طبعا ثاوت جيت يمكن عمل تغييرات مبارح مخصوص عشان خاطر ركلات الترجيح في الدقاءة الأخيرة بعد الأشواط الإضافية في الأشواط الإضافية عفواً ولكن التغييرات دي هي كانت السبب المباشر يعتبر فيه خسارة إنجلترا لليورو لأن هم اللي أهضروا ركلتين الجزاء بخلاف طبعا ركلة اللي أهضرها ساكا يمكن ساوت جيت هو رجل مش محظوظ هو اللي كان أهضر ركلة الجزاء في يورو الستة وتسعين لما إنجلترا خرجت على حساب ألمانيا النهاردة هو كمدرب ومدير فني وفي النهائي وعلى أرضه ركلات الجزاء برضو يعني بتطيح بأحلام الإنجليز الموضوع الصعب ساوت جيت عمل منتخب جايد منتخب الإنجليزي منتخب مميز لكن بالتأكيد هو بعض التغييرات اللي عملها وإدارته للمباراة ممكن ما كانتش بالشكل الأمثل ومنشيني هو اللي تفوق عليه وأعتقد إن إيطاليا هي اللي استحقت اليورو كلمني بقى عن أداء إيطاليا طبعا في يورو 2020 بشكل عام بشكل عام إيطاليا عملت أداء مميز جدا في اليورو من أول مباراة لحد نهاية آخر مباراة في النهائي تقريبا يعني إحنا شفنا كلنا أداء ممتع منشيني عمل مباراة قوية جدا قيمة منتخب إيطاليا بالكامل قيمة كانت مميزة الفريق دفاعا وهجوما أداءه مميز رقميا وكل حاجة كانت بتشير إن إيطاليا من المباراة الأولى هتبقى هي مرشح قوي ممكن كلنا كنا مرشحين فرنسا طبعا في البداية على الخلفية بتاعت النتائج الأخيرة لكن إيطاليا أثبتت إن هي على مدار السنتين اللي في الآخر مع منشيني إن هم منتخب قوي جدا وأعتقد هم استحقوا لقب اليورو أكيد هتطوروا وهنشوفهم في مونديال 22 بشكل مميز يعني خلينا نروح للنادي الأهلي يعني شايف مشوار الأهلي زي الفترة القادمة طبعا في جدول المباراة طبعا امتحاد الكرة يمكن كان قبل كده أعلن موضوع الجدول ده وأعتقد هو كل اللي حصل شوية تعديلات بسيطة في بعض المباراة النادي الأهلي هيبقى عنده مباراة مضغوطة جدا بعد النهاية الأفريقي اللي بنتمنى إن شاء الله إن النادي الأهلي السبت القادم أمن كايزر تشيفز يقدر يحسمه المباراة المضغوطة دي هتبقى قدام البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان وكمان دجلة بشكل كبير هيلعبهم من غير ست لعبين اللي هما يكونوا في رحلة المنتخب الأولمبي ونتمنى لهم التوفيق الأمر هيبقى صعب لكن النادي الأهلي بالتأكيد هو في أي ظروف بيلعب وإن شاء الله يعني ربنا يوفق النادي الأهلي يوفق الجميع في البطولة بشكرة جدا أيمن جلبرتو مدير التحرير بموقع يلا كورا مشاهدين دي كانت أخبارنا هنا من موقع يلا كورا عودة ليكم للاستوديو مرة تانية شكرا ليكي زملتنا العزيزة روزان ناصر شكرا مرة تانية لتوفيق تغطية أكثر من رائع من مرسين حي متميزين بالقناة